خلينا نحن نتابع مع حضراتك ونلقي نظرة سريعة على أخبار المحافظات في سوهاك تم فتح باب التقدم للحصول على الوحدات السكنية ضمن ساكن كريم أما في المنية فتم إطلاق زرية أسماك البولتي أني لبنهر النيل لتعزيز السر والسماكية كمان في محافظة أسيوط تم افتتاح وحدة الإصابات بمستشفى الإصابات والطوارئ الجماعي وفي الدقاهلية تم فتح باب الإعارات الخارجية للمعلمين تفاصيل أكتر من محافظات مصر المختلفة نعرفها في السياق التقرير اللي جاي أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات محافظة سوهاك أعلنت فتح باب التقدم للحصول على الوحدات السكنية المنشأة ضمن مشروع ساكن كريم بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير ريف المصر حياة كريمة بعدد سبع مركز وده بدءاً من اليوم ثلاثاء حتى 25 نوفمبر الجاري على أن يكون تقديم الطلبات في الوحدات المحلية التابعة لكل قرية من قرى المبادرة شهدت محافظة المينيا إلقاء 400 ألف زرية سمك بولتينيلي في نهر النيل بهدف المساهمة في إنتاج كميات أسماك بمواصفات إنتاجية عالية في إطار اهتمام الدولة بتنمية الثروة السمكية والعمل على زيادتها افتتحت جامعة أسيوت وحدة الإصابات بمستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوت ضمن عمليات التطوير والتحديث الشملة اللي بتشهدها مستشفيات جامعة أسيوت وفي إطار الخطة الاستراتيجية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية بما يسهم في النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وحيث تمثل جزء من أكبر مستشفى متخصص في الإصابات على مستوى محافظات الصعيد وبتتضمن عدد من الغرف والتجهيزات المستحدثة في الدأهلية أعلنت إدارة الإعارات الخارجية بمدرية التربية والتعليم فتح باب التقديم للإعارات الخارجية لجميع التخصصات للعام الدراسي 2025-2026 وده للعملين بديوان المدرية ومدرسها في إطار إتاحة الفرص للمعلمين والمدرسين لتطوير قدرتهم واكتساب تجارب تعليمية دولية وده بما يسهم في تعزيز العملية التعليمية عند عودتهم بيتم تلقي الطلبات حتى 30 يناير 2025 بمقر إدارة الإعارات الخارجية بالمدرسة شهدت محافظة كفر الشيخ تنظيم احتفالية العيد القومي للمحافظة بمناسبة الزكرة 68 للانتصار في معركة البرولوس البحرية 4 نوفمبر 1956 تكريماً للشهداء اللي ضحوا بحياتهم دفاعاً عن الوطن وده بمدينة برج البرولوس وتضمنت وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لمعركة البرولوس البحرية وغرس أول نخلة بجوار النصب التذكاري كشفت مديرية الصحة بالغربية أنه تم تقديم الخدمات العلاجية بعدد 19 مستشفى تتنوع الخدمات ما بين خدمات الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والعمليات والغسيل الكلوي والرعاية المركزة والحضنات بالإضافة لخدمات التحاليل الطبية والعلاج الطبيعي والأشعة وتم تقديم خدمات طبية لـ 738 ألف حالة في إطار حرص الدولة المصرية على تطبيق نظام صحي متكامل أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمطروح تنظيم قافلة طبية متكملة في مدينة السلوم غداً الأربعاء بتضم مختلف التخصصات الطبية وصرف الأدوية بالمجان ضمن خدمتها المتنوعة في جميع أنحاء المحافظة وفي إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان في الأقصر أعلنت إدارة العقود والمشتريات بديوان محافظة الأقصر طرح عدد من المزايدات لتأجير المجمعات الصناعية الحرفية في قرى إسنا وأرمنت عبر جلسات تحدد موعدها وشروط متنوعة وبتقدم المستندات المبينة بكراسات الشروط للمزايدة ويجب على المتقدمين تسجيل بيانتها على موقع بوابة التعاقدات العامة ويمكن للطلاع والحصول على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات من هذا الموقع اشتركوا في القناة